اشتركوا في الوصفات الطبيعية و بدون جدوه و بدون منفعه تهلكتوا من الشيب الشيب يحمق صغره كبار الحاجة اللي لم يحملوهاش سواء كنا النساء و الأغلبية يكونوا النساء على الرجال يعني هي الشيب العدو اللدود دينا هو الشيب اليوم جبت لكم واحد الوصفة اللي سترجع لك الشعر اللون دياله الأصلي بدون ولو زغبة في الشعر ديالك باللون الأبيض خرافية سحرية غادي تنال الريضة والإعجاب ديالك كيف ما غادي تعجب الصغر خرافية يا لبنات نبغي كل شي كل شي كل شي يجربها نسوا الرجال بدون حنة تحت طلب العديد من الأخوات اللي قالوا لي ما بغيناش الحنة بغين وصفات طبيعية زوينا وتكون رخيصة وتكون بسيطة والحمد لله ديالش اللي كان في القناة القناة مختصة بالفيديو بالوصفات الطبيعية ديال الناس دراوش وديال الناس المساكين يعني الناس ديال البلاد الشعب وبنات الشعب كما كنقولو احنا كنا سواسية وكنا في حال في حالي البنات ونبغيو حتى احنا نجربوه نبانو بأبها و أحسن حلا ماشي غير الناس اللي عندهم هما اللي يبانو في أحسن صورة و احنا الله بالعكس حتى احنا نكونو حاضرينو بقوة ولكن غير على حسب الجهد ديالنا وعلى حسب الطاقة ديالنا هذا شي باش كتتم القناة فنبغي نقول الناس لأول مرة كيزوروا القناة و كيكتشفوها مرحبا بكم ولكن شنو كتتسنوا ما تنسوا ناش بحد الكبسة ديال الاشتراك يعني كبسوا على التحت يعني تحت ملا فيديو على الضغط ديال الاشتراك أو لازل الاشتراك أيضا فعلوا زل الجرس لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد في القناة راح على الأقل تنزل فيديو هاين في اليوم و أيضا خلوا لنا التعليقات و خلوا لنا استفسارات و أهم حاجة و أهم حاجة فهذا الشي كامل ستساعدوني بها هي اللايكات ديالكم أي وحدة كتشوفني دابة و أي شخص أو لرجل أو لامرأة كتشوفني دابة نبغي نقول ليها تعمل اللايك وتخبط اللايك و حاولوا ووصلوا هذا الفيديو لعدد كبير من اللايكات باش إن شاء الله الفيديو يزيد ينتشر عند بزاف الناس واحدة آخرين و يستفدوا منه كما كان قوليكم دائما تفرجوا من باب الاستفادة ماشي من باب الفرجة فقط لا هاد المسألة تكون عندنا كاملين ديما نتفرجوا من باب الاستفادة و ما نتفرجوش من باب فرجة فقط فوصفة بسيطة رخيصة بأقل مجهود بأقل تكلفة غتعجب الكبار والصغير إن شاء الله فانو بيكل شي كل شي كل شي يجرب هاد لاغو السيد وتكسبوا لي فتعليقات كيف هجتكم بعد ما جربتوا يعني نبغي تفاعلاتي ديالكم بابة كاملين و كاملات تقولوا لي راحنا فعلا جربناها وهنا سأيج لقيني عليها باش زيدوا تحمسوني وترجعوني باش نزيد نخدم اكتر واكتر ان شاء الله و شكرا لكل واحدة كتخليلي يدعي و ازوينا كتخليلي يتعليق زوين كيزيد يحمسني و كيزيد يشجعني و اعطني واحد شحنة ايجابية باش نزيد نجيب لكم كل ما و ازوي الحمد لله نجرب بزفة الوصفة الطبيعية قسما بالله الى بزفة ديال الوصفات ما كينجحوش ما كيعطوني ش نتيجة ما كنجيبهمش لكم نهائيا كنجيب لكم الحاجة اللي اعطتني فعلا نتيجة و فعلا كانت المستقية فيها وهذه غصيت راها امينة في نفس الوقت هي عبارة عن كيراتين يعني كترتب لك حتى الزغبة ديالك لانو بزفتني سأتوصلوا معي على الخاص و قالوا لي احنا راها كان عانوم الشعر ديال ندق دقلي نبدك السباغة الكيموية را بغين نقول لكم في هذا الفيديو را كتسبب مشاكل وخيمة للشعر قسما بالله في البداية زوينا ولكن في الاخيرتها را ما نعودش فبخصوص المكونات البنات ستحتاج معي ان شاء الله الى زهرة البابونج كما لاحظوا في الصورة المصغرة ديال هاد الفيديو هدا هو الشكل ديالها انا غنحاول لعملها في يدي ديالي باشتبان اكتر بصورة واضحة هانتما البنات هذه هي زهرة البابونج سحرية المفعول رائعة لعلاج الشيب يعني بكل ما في الكلمة من معنى ستحتاج منها ان شاء الله كمية تكون مطحونة وهانتما البنات بعد مطحنتها ثم تحصل من الجيفة وحاجة البيض سواء صفرت البيض أو لبيض او لحسب شى اللي توفر يعنى اما البيض البلدي اما البيض العادي يعنى اللي توفر سواء البيض البلدي ولا البيض العادي اللي عندك بالبيض استخدمه كنا بنعشقو البيض البلدي صراحة نحنا يا النساء واحد الرجال الحمد لله على خيرات بلادنا إلا ما عندك شيء ما توفر شيء عندك خذي غير هذا البيض هذا العادي حتى وراء الأخطانة الرقم واحد هو الحمد لله لأنه لديد 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 وزوين وغني بزف دي الحويجات اللي هي مزينة ومفيدة الجسم دينا فالمهم كما قلنا زهرة البابونج مطحونة البيض وغا تحتاجي معي ان شاء الله أيضا إلى زرعة الكتان مطحونة هي اللي قلت لكم كترتب الشعر عبارة عن كيراتين طبيعي يعني خصوصا فاش كتكون مادة لزيجة يعني ديك المادة الهولامية هديك المادة اللي بنتي اللي عملتها للشعر ديلك رفح اللي عملت كيراتين وإلا تحنتي زرعة الكتانو استخدمتها حتى في الوصفة الطبيعية رفح اللي عملت كيراتين كما كان قلو ديال 20 الف ريال أبا اخدو 20 الف ريال يعني كي بدأ من 20 الف ريال وانتي طالعه وعشان الف ريال رمه غادي سخيبها خصوصا فهذا البقيته وفهذا الأزمة هدي ديال هاد الوباء هذا يعني راه ضروري الفريسة ديالك بيكونوا فجيب ديالك وهذا المشاكل هادو رهن دائما نجربوا لهم وصفات فعلا تكون آمينة نخدوا بعي الاعتبار الوصفة الآمنة والوصفة الناجحة وليك تكون فيها الحمد لله مصداقية غادي تحتاجي معي أيضا إلى بودرة الشاي يعني أتاي حبوب ديال الشاي كي يكونوا متحونين وغادي تحتاجي معي كذلك إلى كوب من الشاي او غربع كوب هنا عندي غربع كوب ديال آتاي مغلق آتاي او مغلق الشاي واخر حاجة هي واحد بعض القطرات ديال الحامد لانو الحامد يجيني كيعزز اللون ويعالج الشايب ويعالج المشكلة ديال القشرة وديال عدة مشاكل المهم هذا الشي اللي كان هذو المقادير غا نعودهم عندك زهرة البابونج بودرة اي مطحونة عندك البيض بلدي او العادي عندك زرعة الكتن مطحونة حبوب الشاي مطحونة اتاي والحامد فقط هذو هما المكونات اللي عدنا الحمد لله بساط ورخاص ودائما دائما في متناول جميع وعدنا استدية المقادير على معساق يعني استدية المكونات المهم ده بغا ندوز معكم طريقة التحضير ناخد كمية من زهرة البابونج كتبوا لنا البنات انسيت واحد الحاجة ما ذكرتهاش غزالاتي هيا الاسم ديال هاد هاد الزهرة هادي خلي بنا في التعليقات شنو الاسم دياله في الدول العربية شنو كتقولوا ليا بغينا نعرفوا الاسم دياله باش حتح نستفضوا وناخد معلومات جديدة وناخد معلومات جديدة لانه مستحيل يكون كامل مكمون فضروري ما يكون الانسان نقصه شي حاجة يعني في الرسيد المعرفي دياله خصوصا وناخد معلومات جديدة المتصوصا فهناها خلط زرعة الكتان وزهرة البابونج مطحونة وحبو بشي حتي مطحونة وناخد معكم دباية أهتي يعني مطبوخ الشاي ثم نضيف صفار بيضة 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 ثم نضيف بعض القطرة عصير الحامض أو عصير ليمون نضيف بعض القطرة عصير الحامض أو عصير ليمون خلطي وها هي الوصفة وها جدا برعي بها راسك وبرعي بها راس المميمة ديالك ولا راس الوليدة ديالك هما البركة ديال الدار وماكن الكنز ديالنا صراحة فالهلي خطيهم علينا يا ربي فبالرعي الواليدة ديالك اللي عندها شيب الشعر ديالها كنا عارفين الأمهات ديالنا و الجدهات ديالنا فشيوصل للواحد السن يعني فوق السنين أكيد من السنين والفوق تيبدأ الشيب بوحد شكل غريب وغريب وعجيب يعني كي غزو الشعر بالشيب فجربي هاد الغستي على الشعر ديال أم ديالك والجدا ديالك غاديد منها الرضا وددي منها البركة أكيد والدعيم من هادوك الدعيوات اللي كي يحمقوا و يزيدوا و يشجعوا حتى أنا البنات ما سبخلوش عليا بيهم غير من القوام ديال الوصفة غتباليكم الوصفة كيفاش عاملة يعني غير من القوام دياله غيباليكم البرهان صراحة بلا ما نقول لكم أنا يا فشكرا شكرا لدعمكم المتواصل ولكن ما تنسوناش باللايكات لايكات 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 لهذا الفيديو حاولت وصلوا العدد كبير من اللايكات لأنه يستهل كما أجبت لكم وصفة مجربة الحمد لله وخدمت عليها صراحة خدمت عليها عدة مرات وكنشوفوش فعلا كانت النتيجة وعجبتني وقلت علاش الله هادي الفرصة وغنجين بقتجيها مع البنات وغزالتي غنتمنى أنها تعجبهم يا ربي فما تنسونيش من اللايكات الاشتراك ديالكم في القناة تفعلكم زي الجرس وشكرا شكرا شكرا لكل وحدة كتزيد دعمني وكل وحدة كتزيد تشجعني يوم على يوم فشكرا لكم يا ربي وما تنسونيش من الدعوات ديالكم هاد لاغوستيت غنشرح لكم بعد طريقة تطبيق ديالها فطريقة تطبيق دياليا كالتالي كتاخذي هاد الوصفة وكتعمليها على الشعر ديالك خصوصا في المقدمة وكتعملي بلاستيك غذائي لما عندكش خدي غيميكا قسمي على جوجو وعمليها على الشعر ديالك وكتنتظري تقريبا واحد المدة ديال ساعة ضروري ساعة لبنات ضروري ساعة ومن بعد كتغسلي ليا الشعر ديالك وكتشوفو النتيجة آرى برع النتيجة منذ أول استخدام يا لبنات غزالة غزالة بقوة مغزالة هاد الغزالة تحمس معكم لها فانتمنى اي سيدة واي اغزالة واي رجل ايضا نجرب هاد الغزالة وكسبو ليه في تعليقات كيف اججزتكم يلا حيدوا علي العقص وشمروا على دريعاتكم وجربوا لي الوصفة جبتلكم حتى لعندكم معوليداتكم انتم ما كنت تفرجوا في الفيديو فساعدوني باللايكات ولا اشتراك وتفعلكم نزال جرس لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد وموجود في القناة وحصري الحمد لله على القناة بوسا 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 لكم كبيرة وانتلقى معكم في فيديو القادم سلام عليكم اشتركوا في القناة